عليك سمعت ما قاله أستاذ ردوان حول هذه الجماعة الانفصالية أو حول هذا المخطط عموما قال أنه مخطط أجنبي يستهدف الدولة الجزائرية بغية إحداث فتنة ربما بين الدولة وبين الشعب ما تعليقك؟ السلام عليكم ورمضان كريم أعتقد بأن هذه الأخبار التي تدور حول توقيف يعني عناصر من جماعة الماك الانفصالية مثل ما تقول مصالح وزارة الدفاع الوطني لكن أنا أعود إلى ليلة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 تم توقيف شخص حوالي أسبوع قبل الانتخابات الرئاسية وقالوا بأنه ينتمي إلى حركة الماك وأنه يملك مخططا للتأثير على الانتخابات الرئاسية لكن لم نتابع بعدها محاكمة هذا الشخص ولم نتابع حتى ندوى صحفية هذه العملية أنا أعتقد بأنه تم التهويل لها كثيرا فمنطقة القبائل هي منطقة من الجزائر ومعروفة بتجدر الدين الإسلامي واللغة العربية والوطنية ومشاركتها القوية في التورة التحريرية ومنحها الجزائر الكثير من الإطارات فقط هذه العملية هي توقيف لعناصر يعني محدودة منعزلة وحتى الحديث عن اعتداءات مصالح الأمن كانت في ذكرى الربيع الأمازيغي حيث تم تسجيل مناوشات من هنا وهناك لكن قبل هذه الأمور لم تكن مثل هذه الأفعال المعزولة وبالتالي فهذا من الناحية السياسية أما من ناحية الوقائع البيان الذي أصدرته بزارة الدفاع الوطني كان فيه بعض الغموض قول حديث عن هذا البيان ما هي أسباب هذا التهويل الذي ذكرت وحضرتك أستاذ حكيم هو حقيقة هم يقولون بأن هؤلاء الأفراد يستهدفون الحراك الشعبي لكن أين موقع الحراك الشعبي في وسائل الإعلام واهتمامات السلطة هي لا تتحدث عنه في وسائل الإعلام ثم تقول لقد أوقفت أشخاص يستهدفون الحراك أين هو هذا الحراك عند الشعب الجزائري على مستوى وسائل الإعلام الحراك لا يتم تناوله تماما ولما يتم توقيف جماعات أو أشخاص يستهدفون الحراك يتم إطار ملف الحراك وهذا أعتقد بأنه خطأ جسيمنا السلطة أعود إلى ربما البيان فيه بعض مثلا في حالة إذا قلنا بأن هناك دول أجنبية تدرب أفراد من هذه الحركة لماذا لا يتم استدعاء سفير هذه الدول أو صفراء هذه الدول لماذا لا تسحب الجزائر سفراءها من هذه الدول فهذا أمر خطير جدا أن يتم تدريب جزائريين يرسلون إلى الجزائر لإطارة الفوضى فديبلوماسيا هناك خطوات تتخذ لوقف هذه الدول عند حدها ولا أشكوا يعني هذه نقطة مهمة ترتاح أستاذ حكيم درد شك في أن الشعب الجزائري مستعد طيب هذه نقطة مهمة ترتاح أستاذ حكيم ترجمة نانسي قنقر